ينوي يصود على القرتيال يوسيلة لفك الحصار الذي فرضته القوات المسلحة لإمالية عليه إلا ولجأ إليها بأخرا كشفت صحيفة جيروزالينبوست العبرية بأن شركة ترانك نت وهي شركة شحن رقمية للعصر ينوي يصود عد لتشغيل خط ناقلات وقود من موانئ العدو نحو دول عربية وتشير المعلومات إلى أن شركة ترانك نت تصيونية تعمل في أوروبا والخليج بالإضافة لكيان العدو كما تتصل بالأنظمة التشغيلية لأصحاب الشاحنات وتقدم خيارات النقل لأصحاب البضائع الذين يبحثون عن وسائل النقل المتاحة الصحيفة قالت أنه بموجب اتفاق وقعته تراك نت مع شركة خليجية سيجري قريبا تجربة لاقتبال إجراءات تنفيذ عمليات النقل كما سيتم النظر في استخدام الناقلات الأردنية أو الصيونية لعملية النقل أما الهدف الذي يرسمه كيان العدو لهذا المشروع لنقل الوقود فتقول الصحيفة أن الهدف يتمثل في نقل 34 ألف طن من الوقود الصيوني والمتاجات شهريا أي ما يعادل 800 حاوية وعدت الصحيفة هذا استمرار للخط الذي تشكله حاليا لنقل البضائع على نفس الطريق الذي يتجنب ما أسمتها هجمات الحوثيين والذي تقول الصحيفة أنه يعمل في المقام الأول على استيراد البضائع من الشرق عبر ميناء جبل علي في الإمارات كما تنقل الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للشركة الصيونية حنان فريدمان إعلانها عن ما أسمتها أول اتفاقية تجريبية والتي تهدف لنقل كميات كبيرة من الوقود والمنتيات المتبطة به من البحر الأبيض المتوسط عبر موانئ العدو ومن هناك إلى دول عربية وإلى الخليج كما تزعم فريدمان أن هذا يأتي في ضوء نجاح الخط القاري الذي قام كيان العدو بتشغيله بين الخليج وموانئ العدو في الأشهر الأخيرة وذلك لمحاولة ما أسمته كسر الحصار البحري وبعيدا عن المزاعم الصيونية فإن الواقع يؤكد بأن كميات الشحن التي يسعى إعلام العدو وساسته لتصويرها كإنجاز ما هي إلا محاولة للتقليل من الآثار الكبيرة للحصار البحري اليمني المفروض على موانئ العدو والذي فرض أعباء اقتصادية غير محدودة على كيان العدو ينو يسعى ينو يسعى ترجمة نانسي قنقر